السلام عليكم اخواني شؤونكم شؤون الصحة متابعين قناتنا العزيزة قناتها وبغداد ان شاء الله تكونون بخير يوم حبينا نصور لكم مجسر ساحة النسور هذا المجسر ليعتبر المجسر الاول ضمن الحزمة الاولى لتطوير ساحة النسور اللي يشمل المجسرات والانفاق والمقتربات هذا هو المجسر الاول اللي يربط شارع الجواهري بشارع دمشق اللي يكون بالاتجاهين باتجاه اللي من شارع الجواهري باتجاه شارع دمشق ومن شارع دمشق باتجاه شارع الجواهري طبعا هذا المجسر الاول المجسر الثاني هو اه اللي اه يكون هو مجسر ساحة قحطان اه اطالة مجسر ساحة قحطان ومدى خلف سكة القطار لتجاوز سكة القطار وايضا اه تجاوز الاقتناقات وتخفيف الاقتناق. هذا المجسر اخواني مثل ما تشوفون اه شارف على الانتهاء لم يبقى ان شاء الله الا القليل. ويفتتاح الجسر ان شاء الله ساعات او ايام قليلة عن الافتتاح. حاليا احنا فوق المجسر بداية المجسر. هذه على يميننا منطقة القادسية. وعلى يسارنا منطقة الحارثي. عفوا اه منطقة اليرموك. هذا هو برج المامون. هذا المجسر اخواني مثل ما تشوفون. ما بقش ان شاء الله اشياء بسيطة وقليلة ان شاء الله. ويفتتاح الجسر. من هذه الجهة فقط متبقي السياج الحديدي. وايضا صبغ السياج هذا الاصاب. مثل ما تشوفون اخواني. ايضا العنارة جاهزة. والارصفة وايضا صبغ الارصفة وصبغ الشارع. كلها كامل اخواني مثل ما تشوفون. اخواني هذا المجسر هو ضمن الحزمة الاولى مثل ما بكتل حضاراتكم. اه الحزمة اللي تحتوي على الانفاق والمغتربات والمجسرات. هذا هو المجسر وايضا يشمل ثلاثة انفاق. طبعا النفق الاول يربط شارع الاردن مع شارع القادسية بطول ثلاثمائة وسبعين متر. هذا هو النفق الاول. النفق الثاني ايضا يربط شارع يافا مع شارع بيروت بطول ثلاثمائة وتسعين متر. اما النفق الثالث يربط شارع بيروت وشارع يافا ايضا بطول خمسمائة وستة وثمانين متر. ثم تشوفوني اخواني هذا المجسر حتى الانارة جاهزة. فقط من هذه الجهة هي باقي السياج الحديدي. هذه باتجاه شارع دمشق. هذه هي الانفاق اخواني. اللي يربط شارع القادسية بشارع الاردن. هذا هو النفاق. هذا هو النفاق اخواني. هذا هو برج المعمون. يكون باتجاه شارع الاردن. هذه مقابلنا برج المعمون وكلية النسور الجامع اخواني. هذا المجسر ليربط شارع الاردن باتجاه شارع القادسية بطول ثلاثمية وسبعين متر ان شاء الله. بعد لي قدام يكون الانفاق النفاقين اللي يربط شارع يافا مع شارع بيروت بطول ثلاثمية وثلاثمين وشارع بيروت ايضا مع شارع يافا بطول خمسمية وستة وثمانين نفقين يربطني الشارعين. هذا المشروع اخواني هو احد اهم المشاريع لفكر الاختناقات في العاصمة وغداد. ان شاء الله هذه سنة سنة الفين واربعة وعشرين تكون سنة الانجازات على شعبنا ان شاء الله. واحنا بدورنا نشكر السيد رئيس الزراء على هذه المشاريع الخدمية. متمنين ان شاء الله الافضل والقادم افضل بالنسبة لشعبنا يا رب. هذا الاتجاه جاي من شارع شارع دمشق باتجاه شارع الجواهري. لا تنسونا اخواني من دعمكم بالاشتراك واللايق والمتابعة حتى يصلكم كل جديد ان شاء الله. هذه خلف خلف اه مبنى الدفاع المتني هاي اخواني الانفاق. خلف تكون الانفاق اللي عبارة عن نفقين. هذا اخواني من قصر السجود. وهذه باتجاه منطقة القادسية. وهذه باتجاه منطقة الحارثية. هذا المجسر اخواني اللي يكون نزوله باتجاه منطقة الحارثية. وهذا النفق القديم اللي يربط شارع الاردن مع الحارثية. هذه عليه من اخواني الفتحة النزول الى منطقة الحارثية. للامام باتجاه مول بغداد وشارع دمشق. لا تنسوا ان اخواني من متابعة والاشتراك ودعمكم باللايك حتى يصلكم الجديد. متمنى لكم متابعة. ممتعة ان شاء الله. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.